بسم الله تعالى نشوف الاعدادات اللي موجودة في برنامج الفري كاد هاجي من edit اقول له بريفرنس فبيجيب لي الاعداد بتاعتي مثلا جزء الخاص بالجنرال بيقول لي انت عايزة تشغل بين لغة فيه توركي اسباني فرنساوي افريكي كل واحد بيترجم للغة بتاعته لان ده برنامج open source مش الشركة اللي بتطلب منها لا كل واحد بياخد الملف اللي فيه الكلمات الانجليزي ويترجم للغة اللي هو عايزها المين ويندو عايزي بقى فيه recent cam file يعني اخر كم ملف اشتغلت عليهم ممكن تزود زي ما انت عايز ممكن تغير style sheet تختار اي شكل انت عايزه size tool bar icon الايكونات دي عايزها مثلا 30 في 30 ولا 16 في 16 ولا 32 في 32 ولا كبيرة 48 في 48 اول ما يفتح الافتراضي هنا عندك ايه start يعني لوحة فاضية خالص فيها اسم البرنامج ومعلومات ولا عايز اول ما يبدأ انت على طول بتشغل ارش ولا draft ولا drawing زي ما انت عايز بتبدأ تختار الحاجة اللي انت عايز تبدأ بها ال document ممكن تقول له اعمل ابدأ لي افتحني ملف جديد اول ما ابدأ الشغل يسايف كم مرة using undo و redo كم مرة انت عاملت تراجع عددية storage هيخزن فين run auto recovery بل فيه نسخ احتياطي على طول كل مسلا 10 دقايق او 15 دقيقة زي ما انت عايز هنا بتكتب الاسم بتاعتك الاسم الشركة license url تمام editor ده خاص بالbison لغة البايسون لغة السعبين بتلاقي هنا شوية تعبين و و يعني انفود و حاجة زي كده دي لغة سهلة جدا من اللغات السهلة وسهلة انت التعليمه فهو بيهلك انت اختار بقى انت اني فونت تشغل بيه والsize بتاعك ايه والتاب size ادي ايه الoutput window هابعايز تبقى للمتاعتها ادي ايه الماركو ده الماكرو ده بتزبط حاجات برمجية فانت ممكن تقول له الماكرو باس بتاعيه في الفولدر الفلاني اليونت بتبدأ شوف بقى انت هتشغل بقى اليونت وليكن مثلا الimperial او الstandard الكثرة عشرية ادي ايه بتبدأ بقى تشوف الاعدادة بتاعت 3d view هتبقى عاملة ازاي مثلا الافتراض بتاعك لما بتشتغل على 3d هل هي نفس الاخسارات بتاعت الكاد ولا الاخسارات بتاعت البلندر ولا اخسارات بتاعت البرامج التانية لو انت مثلا اعملت زوم تعمل قد ايه بمجدارها قد ايه ممكن تتكبرها بحيث او ايه حرقة ايه تعمل زوم قويه الكالر لو انت عملت سيليكشن يبقى اللون بتاعها ايه البرت كالر الاسكتشلر وانت شغلت الالوان اللي انت عايز تشغل عليها والفنت صعيز اللي انت عايز تشغل عليها الحاجات الخاصة بالارتكشور مثلا تقوله لو انا هرسم حاجة اوتو جوين اربط الحاجات ببعض التحويل من مش لشيب التحويل ببقى سريع مثلا ولا اياخد وقت اكتر وبمقابل الدكة التو دي رندر هي بقى ايه الديفولت دي اللي اعداد بتنسى بتاعت الول لو انا هرسم مثلا الويتس يبقى ايه الهاي اد ايه الستركشور الريبار الويندو كل دي اللي اعدادت الافتراضية لو انت بتشغل في الجزء المعمري هنا بقى لو انت مثلا عايز امبورت او اكسبورت الاي ف سي او الدي اي اي او دي اكس ا اف او دي دابل جي او اس ا في جي او 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 سي ايه اللي هي الحاطة اللي بيصدرها ويستوردها فبنتدرشوف الاعداد بتاعتها حيث مثلا ممكن تقول له امه مسلا ما تدخلش المتاريال دخل المتاريال معايا تدخل بكل الخصائص هنا جزء خاص بالدرافت فبتقول مثلا المترجم للغريد المترجم للغريد سيكون لطيف المترجم للغريد